أهلا بكم من جديد تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لديمقراطية والتي تؤكد فيها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين في بلدان العالم وفي ضوء المصاري السياسي والديمقراطي الذي مشت فيه بعض دول الربيع العربي كتونس والتي تشهد حاليا انتخابات ديمقراطية تعددية تتحول أنظار المصري للوضع السياسي والمناخ المنغلق الذي يعيشون فيه بعدما يعتقدوا أنه انتهى إلى الأبد بعد ثورة 25 يناير نفتح النقاش حول هذا الموضوع حول وضع الديمقراطية في مصر لكن بعد التقرير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من واشنطن انضم إلينا محمد منشاوي الكاتب الصحفي وأيضا عبر الأقمار الصناعية سيكون معنا الأستاذ محمد عباس عضو المكتب التنفيذي لإتلاف شباب الثورة سابقا خلينا أبدأ معك أستاذ محمد بهذه العبارة التي قالها ترامب عفويا في وجود السيسي أو في عدم وجوده مش محدد يعني في الصحيفة تحديدا أين ديكتاتوري المفضل لأن دي ممكن تكون نقطة انطلاق للحديث عن الديمقراطية ووضع الديمقراطية في مصر إلى أي مدى موقف الدول الغربية الولايات المتحدة وأوروبا ورغبتهم أو عدم معينتهم في وجود نظام مستبد في مصر يحمي مصالحهم ده مؤخر إلى حد كبير أو إلى أي مدى ممكن يكون بيؤثر على وضع الديمقراطية في مصر فعلا ليست هدفا أمريكيا أو هدفا غربيا وجود ديمقراطية حقيقية داخل مصر ليس لا يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة المعروفة وهي ضمان نقل الطاقة من الخليج وضمان أمن إسرائيل ومكافحة الإرهاب التطور الديمقراطي الذي شهدته مصر لمدة عامين كان خبرا سيئا للإدارة الأمريكية السابقة في عصر رئيس أوباما والموضوع انتقل الرئيس ترامب نحن الآن في عصر يحكم فيه رئيس لا يوم أصلا بالديمقراطية هنا في واشنطن وأهم حلفائه في العالم ليسوا الدول الغربية أو الإسكندينفية التي تتمتع بنظم ديمقراطية راسخة بل هي نظم مستبدة ديكتاتورية مثل الصين أو روسيا أو تركيا أو مصر في هذا المثال هو ذكر قبل اللقاء السيسي السيسي كان غير متواجد في الغرفة لكن كان هناك وزير خارجية ورئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل قال أن ديكتاتوري مفضل وقد يكون في إطار فكاهي أو مزحة لكنها تعني الكثير هو رئيس لو عليه يبقى رئيسا للأبد الرئيس ترامب وهو يحب أن يتعامل مع رؤساء قوياء يستطيعون أن يقدموا له أي شيء يريده مقابل صفقات معينة وأن لا يكون هناك خضوع لسلطة تشريعية أو سلطة قضائية مستقلة أو يكون هناك إعلام مستقل هو يهاجم الإعلام الأمريكي بلا توقف كل يوم وكذلك الوضع عندنا في مصر أو في الدول حليفة للرئيس ترامب هم كلهم يعادون الديمقراطية ووجود رئيس مثل رئيس ترامب في البيت العربية هو خبر جيد جدا للحكام في مصر وخبر سيء لدعاة الديمقراطية المصرية طيب أستاذ الحمد عباس يمكن بعد ثورة 25 يناير كان الناس اعتقدت أن عصر النغلاق السياسي عصر الحزب الواحد عصر التضييق على الحريات انتهى إلى الأبد لكن مع مرور الوقت ربما وصلنا إلى نسخة أسوأ بكثير مما قام عليه المصريون في 25 يناير صحيح يعني احنا دلوقتي بيحكمنا الحديد والنار يعني السيسي بالرصاص وبالمعتقلات وبأفل المجال العام تماما القبض على حتى أجزاء من مكونات 30 يونيو في الفترات الماضية إغلاق المجال العام لحد الوقت السيسي نفسه معملش حزب سياسي السيسي في الأساس بيحتقر المدنيين بيحتقر الحياة السياسية شايف أنه هما مش من حقهم المدنيين أنه هما يكونوا موجودين الحق بس للعسكريين وهو طبيب الفلسفة اللي عارف كل شيء السيسي يعني خلينا نتكلم عن مكونات مثلا 30 يونيو مش كلم على 25 يناير كلم على 30 يونيو في آخر من شهر ولا شهر ونص كان أعتقل مجموعة كانت بتنسأ مجموعة من الأحزاب اللي كانت مشاركة في 30 يونيو وجزء منها كان مشارك في الحكومة وقت بعد انقلاب العسكري في 3 سبعة أعتقل مجموعة من المنسيين اللي كانوا بنسأوا العامة القايمة موحدة للنزول للانتخابات القادمة هو شايف أنه لا مجال العمل السياسي أي انفراجة في العمل السياسي ستؤدي لتغيير محتمل في مصر هو خايف من دوات عنده خوف وعنده احتقار للحياة السياسية السيسي شايف أن حركات التغيير هي مؤامرة كاملة 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 على صورة 25 يناير برغم أنه كان مدير مخابرات الحربية وقتها وكان عضو المجلس العسكري اللي كان بيحكم مصر بعد 5 يناير وكان بيتعامل مع الثورة ورموزها وبيقابلهم بشكل متتابع واحتقارها وقال أنها كانت مؤامرة لمجرد أنها عايزة تغيير السيسي تحديدا أنا لا أتحدث عن مكونات الكاملة للنظام لأن في حديث هنا وهناك وبالتأكيد في اختلافات أن هناك أجزاء من النظام بتقولوا لا لازم يبقى فيه انفراجة سياسية بشكل أو بآخر بعد الفترة الكبيرة اللي حصلت القامعة الشديدة اللي حصل لازم يبقى فيه حياة سياسية وجد حزب سياسي حتى يتبقى عمك السيسي ما عملش ده لحد دلوقتي من 2013 و2014 الحديث عن حزب مستقبل وطن لحد دلوقتي الحزب ده أساساً ليش موجود ليش وجود سياسي يعني موجود مولوش رمض سياسي السيسي يحتقر المدنيين بشكل كامل السيسي هو اللي بيطلع يتكلم ليش رئيس وزراء بتكلم ليش رئيس وزراء بتكلم الرؤية للسياسة نفسها ومدى أهميتها أصلاً أحياناً بيتم نظر إليها على أنها معطلة طيب خلينا نروح مرة تانية أو معطلة سيد محمد من شاوي مرة أخرى الحديث عن الجانب أيضاً الخارجي في الجزء الأول من مداخلة حضرتك تحدثت عن أنه أمريكا غير مهتمة وأوروبا غير مهتمة بموضوع الديمقراطية في مصر السؤال بقى اللي ياخدنا يعني ده ياخدنا للسؤال التالي مباشرة وماذا لو اهتمت هل لو الدول الأخرى لو أمريكا لو أوروبا قررت أن هي عايزة ديمقراطية في مصر هل ده بيكون مؤثر فعلاً على أرض الواقع لأنه بعد 30 يونيو بعد 3 يوليو كان في موقف حازم من جانب إدارة أوباما من جانب دول أوروبية من جانب حتى دول الاتحاد الإفريقي ورغم ذلك لم يتغير الأمر أعتقد ده تبسيط للأمر خاصة فيما تعلق بتاريخ إدارة أوباما مع الانقلاب في مصر إذا أرادت واشنطن وعلحت وكان من مصلحتها أن تكون هناك ديمقراطية في أحد الدول التابعة أو شبه التابعة لها كمصر في هذه الحالة تستطيع إذا اعترف الرئيس ترامب أوباما أو ذكر في الثلاث من يوليو عام 2013 أن ما جار في مصر الانقلاب لتغيرت الحياة السياسية في مصر بصورة كاملة عما نشهده اليوم إذا خرجت واشنطن ببيان في هذا اليوم وقالت أن ما جار انقلاب وعلى الجيش المصري أن يثبت عكس ذلك أن ليس هناك انقلاب وأن يتم تسليم السلطة للمدنيين كان سيكون هناك موقف غربي متحد وراء الموقف الأمريكي كان سيكون هناك وقف أوتوماتيكي وقف تلقاء المساعدة العسكرية لمصر قد يكون هناك ما ينتج عنه غضوا داخل المساعدة العسكرية عن عودتها للعب الدور السياسي والقيام بالعملية السياسية بدلا من القوى المدنية كان الاتحاد الأفريكي استمر في مقاطعة النظام المصري دون انسياع لضغط واشتون أو ضغط باريس الذين صمموا على عودة مصر للاتحاد الأفريكي أعتقد إذا كان هناك نية لم تكن هناك نية ولم تكن هناك رغبة لدعم الديموقراطية في مصر لم يعترف بما جارك أنها انقلاب لكن إذا كان اعترف واشنطن وإدارة الرئيس أوباما بذلك لتغيرتها الصورة بطريقة كبيرة لكن ليس معنى ذلك أن القرار والديموقراطية المصرية موجودة في مفاتيح في واشنطن القرار المصري والتحركات يجب أن تكون مصرية والقوى السياسية المصرية هي المسؤولة عن غياب الديموقراطية بالدرجة أولى في مصر طب انت خدتنا بقى للجزء اللي أنا كنت عايز أسألك فيه وهواجه السؤال فيه لكن تحديدا مش للأستاذ محمد عباس بأعتبره في نهاية طرف طرف من الأطراف اللي شاركت في الصورة أو كانت جزء من عميات سياسية وقتها من المسؤول من المسؤول عن هذا المصار من المسؤول عن هذا الوضع وإيه مدى مسؤولية كل طرف عن هذا الوضع من المسؤول عن الوضع الحالي القوى السياسية الدولة القديمة المصريين بشكل عام مين المسؤول للأسف في مصر لا يوجد أي جهات منظمة سياسيا في التاريخ الحديث إلا فئتين المؤسسة العسكرية بحكم أنها فيها نظام وترتيبية معينة وجامعة الإخوان المسلمين هي القولة التي يمكن أن نطلق عليها قوة سياسية بالمعايير العالمية استمرارية وخط سياسي واضح وجهاز إداري وبركوراتي كبير المؤسسة العسكرية المصرية لا تؤمن بالديمقراطية هي كما ذكر رئيسة سيسي أمس هي جهة منغلقة جدا وفيها انسيوع للأوامر وليس هناك أي نقاش أو حوار ديمقراطي وهي أيضا لا تؤمن بالانتخابات الحرة المتكررة كما الوضع في الدول المختلفة لا تؤمن بابتعاد الجيش كمسطة العسكرية عن النفاق المدني في الحكم وعن طبيعة العلاقات المدنية العسكرية كما هو موجود ومعترف به في العالم كله ولا تؤمن بحق أو بوجود برلمان مستقر سلطة الشعية تراقب على السلطة التنفيذية ولا وجود السلطة القضائية كل هذه الأدوات هي بالنسبة لها أدوات تستعملها وتستغلها فقط لخدمة مصالحها وهي الإبقاء والانفراد بالحط هذا هو المشكلة الأولى المشكلة أن الجهة ذات المصدقية الأكبر في مصر المؤسسة العسكرية تاريخين هي لها نفوذ كبير عند الشعب المصري والشعب المصري يمثل جيدا لحد كبير في الجيش المصري لكن الجيش لا يؤمن بالعملية الديمقرية وهذه أحد المعضلات ليس فقط في مصر لكن الكثير من دول العالم الثالث لكن شاهدنا في لحظات أخرى أن هناك حكماء يخرجون من هذه المؤسسات ويقتنعون أن الجيش ليس مكانه الأعزاب السياسية والحكم لأنه غير مهيئ وغير جاهز للحكم لا يستطيع والعالم كله انتقل لهذه المرحلة أن الجيش لا يحكم حيث أنهم لا يعرفون الحكم وما يتطلبه من معرفة بالأوضاع العالمية والتطورات التي تحدث كل يوم بسرعة شديدة جدا وهذه الألفئات لها مصالح تحترم لكنهم يهمشون من الدور السياسي وعطيت أن مصر هذا هو المصر الوحيد الذي يجب أن تسلكه تمام طيب سيد محمد عباس هو سؤال أخير ربما محتاج يعني وقت طويل جدا للإجابة لكن هنحاول التكتيف قدر الإمكان حول مستقبل الديمقراطية في مصر هل شايف فيه أمل فيه أفق لإنتاج تجربة ديمقراطية في مصر في المستقبل القريب طيب يعني في الحقيقة أنا دائما متفائل على المدى البعيد مش على المدى القريب متشائم على المدى القصير لكن بشكل أساسي المعارضة المصرية يجب أن تجتمع المعارضة المصرية يجب أن تجلس وتضع خطة واضحة لشكل مصر التي نريدها يجب أن تقول للشعب المصري هذا هو المصار الذي نريده يعني دولة دولة عدل دولة قانون دولة حريات دولة دمقراطية دولة فيها سيادة حقيقية للشعب وللوطن ومقدراته وصرواته دولة ما تقولش للناس نحن فؤر قوي وهم بصرفوا مئات الملايين على الأصور الكلام ده لازم يقوله لناس لازم يطلع بعض الحكماء من المعارضة المصرية ويجتمعوا ويطلعوا ويكلموا الناس يقولهم ده المستقبل يحضروا للانتخابات القادمة نحن عارفين النظام ده يرفض أي تغيير ممكن يحصل لكن يكلم الناس يكلم الشعب نحن جزء من الشعب نحن مش موجودين أصلا لو ما كلمناش الناس المشكلة الرئيسية للمعارضة لا تحدث إلا نفسها الحالة يعني اللي عملها محمد علي مثلا لما طلع واتكلم على الفساد اللي كان حاصل في بناء الأصور وكذا وكذا الحالة دي عملها ليه لأنه كان واحد جزء من نظام وطلع واتكلم واتكلم بلغة وصلت للناس بحقيقة احنا نتكلم بشكل استعلائي شوية على الناس ونتكلم بشكل ما بنرعيش أن مثلا فعلا الأوضاع في المنطقة ما بعد الصورات الربيع العربي بعد تدخلات الصورات المضادة وخلافه قدت إلى كوارث في المنطقة ففي خوف من الشعب من التغيير احنا نجل نطمن لهم ده المصار اللي احنا رحيينه احنا عايزين الدولة اللي شكلها كذا احنا عايزين نروح ان الدولة تكون متقدمة ما بقاش في رئيس بيكلم الناس ومديهم ضهره رئيس بيقول لهم اه انت فؤراء وانا هابني بمئات الملايين وهكمل بنى في الأصور اللي أنا بعملها ده اللي بيعمله الدكتاتور الحالي للقوات السياسية وده السؤال برضو قبل الفاصل للقوات السياسية فشلت انها توصل للناس زي ما بيوصلها محمد علي مش بنكلم حتى على دلوقتي والأوضاع صعبة بنكلم حتى بعد ثورة يناير كان فينا عزال وانفصال ولغة احيانا البعض بيراها متعالية على الشارع وده ربما كانت احد صور الازمة ازاي تقدر تبني جسور السقة وتقدر توصل للناس بالشكل المنتظر والمفروض يعني خلينا نقول برضو التجربة لم تكتمل يا جماعة احنا عابنا سنتين بس بعد اكتر من نص قرن تقريبا دكتاتورية الشعب المصري المجتمع المصري ما كانش فيه رموز حقيقية وحياة سياسية حقيقية ونضيقة والناس عندها التجارب درسها وعرفاها كان فيه كارثة حقيقية في التعلم احنا تعلمنا مش ببلاش تعلمنا بكتير جدا وبدماء وباعتقالات وكذا 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 احنا بنراجع نفسنا دلوقتي بنقول للشعب المصري احنا عغلطنا فيه اوقات كتيرة في الفترة اللي فاتت ما تكلمناش بصراحة ما حاولناش نكون متوحدين بشكل اللي ناسب القدر الكافي للتغيير اللي تعمل في 25 يناير ما كناش على المستوى المطلوب كل القوى السياسية والنقب لم تكن على المستوى المطلوب للتغيير وتحمل كلفته وتحمل مسئولية العمل دوت احنا ما كناش قد دوت الجاهز هو اللي شال المسلمين شالوا والجاهز هو اللي شال برضو بعد انقلاب العسكري والجيش هو اللي شال فاحنا في اللحظة دي احنا بنقول لأ احنا لازم نكون احنا عارفين رايحين فين لازم نتعلم من اللي فات لازم نحط ورق حقيقي على الكوارث اللي حصلة في مصر دلوقتي الديون اللي حصلة في مصر بشكل متسارع جدا الكوارث تقسيم الحدود اللي عمال يحصل كارثة سبد النهضة اللي السيسي بيحملها لصورة يناير بالرغم ان قبل في 2009 كان فيه كارثة ومبارك طلب من بيرلسكوني مثلا انهو اتوسط عند اسيوبيا في سبد النهضة وقت محمد مصر علام كانت المفاوضات شغالة وتفقيت عن تيبي شغالة والامور يعني مش جديد خال السد النهضة ما ظهرش بعد ثورة يناير انا مذكورك شكرا جزيلا انا سيد الحمد عباس وضو المكتب التنفيذي لاتلاف شباب الثورة سابقا شكرا ايضا لسيد محمد المنشاوي الكاتب الصحفي كان معنا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن شكرا لكم ايضا عزيزي المشاهدين على حسن المتابعة غدا بإذن الله حلقة جديدة من بتوقيت مصر ننترككم بخير ونراكم غدا بخير اشتركوا في القناة